آية قصيرة ومباركة فوائدها كثيرة وعديدة تيسر الأمور وتفتح كل الأبواب المغلقة اقرأوها مئة مرة قبل نومكم بعد صلاة العشاء مباشرة وقبل نومكم ستيسر لكم طريقكم وتفتح لكم كل الأبواب المغلقة بإذن الله تعالى فقض عليكم بالمداومة على قراءتها بني ويقين فضلا وليس أمرا اكتبوا في تعليق اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحابه الطاهرين واضغطوا على زر الإعجاب لأعرف كم مسلما صلى معنا على النبي عليه الصلاة والسلام اليوم كما ترون في العنوان أعطيكم هذه الآية القصيرة والمباركة والتي عليكم فقط بقراءتها قبل النوم وبعد صلاة العشاء هذه الآية هي بعد عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير صدق الله العظيم